بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المؤسلين سيدة محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومحبا بكم على قناة STC سلاموني تردينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصة التداول عنوان محاضرة اليوم خطوط البيوناتشي بيوناتشي لينز وكيفية استخدامها في التداول كخطوط دعم ومقاومة واستغلالها في نقاط الدخول سواء بالبيع أو بالشراء هذه المحاضرة ستنقسم إلى شقين الشق الأول شق فني وهو ما يتعلق باستخدام فيبوناتشي لينز في التداول هذا ما سنتناوله في هذه المحاضرة وفي محاضرة قادمة إن شاء الله سوف نتناول الشق الثاني وهو الشق الرياضي وسمحوني في هذا الشق لأني بصفتي كبير معلمين للرياضيات بالمرحلة السنوية فإني أدرك تماما ماذا القيمة العلمية والرياضية لهذه المتتبعة متتبعة بيوناتشي الشق الثاني سيكون بإذن الله في محاضرة قادمة في هذا الشق سنضيف إلى المتداول جزء ثقافي فيه مزيد من المعلومات التي تثري وتنشط العقل من الناحية الرياضية وهذا ما يحتاجه المتداول النشاط الذهني والسرعة في التفكير واتخاذ القرار وعدم التردد وخاصة عند دخول السفقات والخروج منها سنتناول في الشق التاني تاريخ متتبعة بيوناتشي وكيف ظهرت هذه النظرية وهل توجد متتبعات أخرى مثلها أم لا وما هي القوانين الرياضية التي تحكم نظريت بيوناتشي وغيرها من المتتبعات الأخرى والمتواليات الأخرى سواء كانت حسابية أم هندسية والتي سوف تساعدنا في استنتاج بعض الأحداث التي يمكن أن تحدث في المستقبل وخاصة من ناحية زيادة السعر أو غبوطه مبدئياً نسب في بيوناتشي هي 0 23.6 38.12 50 61.18 100 وهكذا لو لحظت هتلاقي أن مجموع النسبتين الثانية والثالثة يساوي النسبة الخامسة ومجموع النسبتين الثالثة والخامسة يساوي النسبة السادسة وهكذا توصل في بيوناتشي لهذه النسب والتي سوف نتعرف عليها في التفصيل في محاضرة قادمة إن شاء الله والآن مع الجزء الأول من هذه المحاضرة نتعرف من خلاله كيفية رسم خطوط الفي بيوناتشي على منصة التداول رقم واحد طبعاً يكون مجاهز على المنصة الزوج الذي سوف أتداول عليه مثل اليورو والنيوزولندي أنا مثلاً أقضى على سبيل المثال هاجي على الجرافجال تولز أي عند الرسوم الهندسية هختار الفريم اللي أنا عايز أرسم عليه خطوط الفي بيوناتشي بعد كده هاجي عند أعلى قمة عندي على الشرط واضغط بالماوس هتظهر عندي جميع خطوط في بيوناتشي أسحب الماوس جهة اليمين وانزل الأسفل واجي عند القفل أقفل هذه الخطوط عشان ما تتحركش معايا وانا بشتغل كده سبت عندي خطوط الفي بيوناتشي طيب إزاي هستخدم هذه الخطوط في التداول لو بصيت عند أخر خط من هذه الخطوط في الأسفل هلقيه عامل لي خط دعم زيل الشمعة الخضراء يلامس هذا الخط إن عكس الاتجاه حينما لامس زيل الشمعة هذا الخط عند الخط 23.6% لما الأسعار وصلت عنده احترمته وارتدت الأسعار للأسفل لأنه في الحالة دي بيمثل خط مقاومة بعد كده لو تلاحظ الأسعار نزلت للأسفل على الرغم إن هي قبلت في سكتها راوند نمبر إلا أنها لم تحترمه وظلت في الهبوط إلى الأسفل لأنه لو تلاحظ إن الاتجاه العام للأسعار في ترند هابط لكن أنا لو بسيت من فوق عند نقطة بداية قط اليوبوناتشي إلا أنا رسمته عند النقطة أو عند المستوى 100 الأسعار هبطت حتى المستوى 61.18% وبعدين جت عندي شامع التصحيح بس من بعدها واصل السعر في الهبوط حتى المستوى 50% وبعدين عند المستوى 38.18% برضو حصل عملية تصحيح للأعلى وتعدت الأسعار لمستوى 50% بعد كده رجعت تاني لأقل من 50% ثم نزلت إلى مستوى 38.18% مرة أخرى ثم نزلت إلى مستوى 23.18% وواصلت الهبوط حتى مستوى 0 وعند مستوى 0 عاودت الصعود إلى أعلى مرة أخرى طب تعالوا نرسم خطوط ألف بوناتشي على نفس الزوج اليورو نيزولندي ونشوف الوضع هيكون إزاي هلغي طبعا الخطوط الأولى اللي أنا كنت أدوس إزالة كده ظهرت عندي المنصة وليس عليها أي خطوط أجي تاني عند الهبوناتشي لينز وبعدين أجي عند آخر نقطة عندي تحت عند أسفل شمعة وأضغط بالماوس ضغط أحد وأسحب الماوس جهة اليمين هلاقي خطوط ألف بوناتش تكونت ومنساش أدوس القفل عشان الخطوط تثبت عندي وما تتحركش وأنا بتداول لو بصيت على الشرط اللي قدامي ده ألاحظ أن السعر بدأ عند المستوى 100 وبعدين بدأ في صعود وهبوط بس أهم حاجة أنه لما رجع تاني لمستوى 100 عاود الصعود الأعلى مرة أخرى وطبعا لو أنا راسم مناطق الدعم والمقاومة وخطوط التريند العام مع وجود خطوط الفيبوناتش أقدر في الآخر أتوقع حركة الأسعار اللي ممكن تحصل بعد كده وبكده نكون قد وصلنا لنهاية هذه المحاضرة اللي عرفنا من خلالها إزاي نرسم خطوط الفيبوناتش وزي ما قلت لو أضفنا إليها مناطق الدعم والمقاومة والتريند العام هيكون الأمر أوضح وأقوى بالنسبة لي في دخول الصفقات سواء بالباية أو الشراء أما الشق الثاني وهو ما يتعلق بالناحية الرياضية بالنسبة لخطوط الفيبوناتش سنتنوى له في محاضرة قادمة إن شاء الله لكم خالص تحياتي فأنا معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تهضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته